لم تكن أخبار خفاض الأورو مقابل الدنار سوى شائعات وكل مشارع غذته منشورات وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحسب شهود عيان بلغ صرف الأورو صباح الأربعاء في سوق سكوار مائتي وعشر دينار مقابل واحد دينار جزائري أثرت عيان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يرى البعض أن الخفاض الأوروح حقيقة وانتفاعه مجدداً يعود لبداية موسم الحج والعطل السنوية ما دام كان الطالب أكثر من العرض يسمى يطلع طبيعي جداً ما دام كان الاستهلاك أكثر من هو الشسم هذه حاجة عادية لكننا نحاول عدنا الجزائر يرجع دائماً يقولوا ناس نرجع للبكري أنا إن شاء الله نكون خلماً بكري بين الإشعة والحقيقة تبقى أسعار الأوروح تحددها قوة الاقتصاد واحتيات الصرف وارتفاع قيمة الدنار مقابل الأورو ربما يحتاج لعدة عوامل اقتصادية